هل يا ترى اليابان طلعت قانون تمنع فيه الرز البيت عشان لقوا ان الرز البيت ده ممكن يعمل وباء اسمه البيري بيري وعشان خطر الموضوع اللي حصل في اليابان ده المفروض نطبخ الرز اول باول وما نخليش رز بيت في التلاجة عشان ده ممكن يعملنا مشاكل صحية السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير النهاردة معدنا مع تاني حلقة بنصحح فيها بعض المعلومات المضللة الخاصة بالغذاء والتغذية اللي بنشوفها ونسمعها كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي في البداية كده لو عملنا بحس سريع عن القانون اللي اصدرته دولة اليابان سنة 1921 عن موضوع الرز هنلاقي القرار او القانون ده متعلق باستيراد الرز يعني اليابان منعت استيراد الرز في سنة معينة تحت ظروف اقتصادية معينة يعني قرار اقتصادي ملوش اي علاقة خالص بالرز البيت ولا يحزنون دي كده اول حاجة تاني حاجة موضوع الوباء اللي ظهر في اليابان اللي احنا بنسميه وباء البريبري زمان في اوائر القرن العشرين واواخر القرن 19 كان فيه بعض الاعراض بتظاهر على بعض الشعوب كده او بعض البشر بصفة عامة اعراض بتظهر عند كل الناس فكانوا بيعتبروها وباء لانو ما كانوش يعرفوا ان فيه بعض الامراض بتكون نتيجة عن نقص فيتامين معين والنهاردة عرفنا ان البري بري ده عبارة عن نقص السيامين يعني مرض ناتج عن نقص فيتامين في الغذاء ملوش علاقة برضو بموضوع الرز البيت من عدم يبقى المعلومة مضللة من الاول للاخر طب احنا بقى عشان نعرف المعلومة العلمية ايه علاقة ده كله بموضوع الرز البيت هل ينفع عند باية الرز في التلاجة لو فاض رز بالغدا مثلا بتاع النهاردة ينفع اشيله في التلاجة احفظه في التلاجة وسخانه واكله تاني يوم ولا الموضوع ده فيه خطر عشان نتكلم بشكل علمي لو بصينا كده لأي نوع من انواع الرز الجاف سواء الرز البسماتي او الرز المصري زي اللي معايا كده هنلاقي الرز في حالة الناية بيكون عليه بعض انواع البكتيريا البكتيريا دي اسمها باسيلوس سيرياس معلنا من اسم البكتيريا ولكن البكتيريا لما بيكون فيه الرز الناية بتكون بكتيريا متجرثمة او متحوصلة يعني ايه؟ لو فرضنا ان دي البكتيريا البكتيريا وهي في الرز الناية بيكون محوطة نفسها بالجدار زي المنديل ده كده المنديل ده او الجدار ده او الغشاء ده بيحافظ على البكتيريا من الظروف البقية غير الملأمة ومنها درجة الحرارة عشان كده لما بديجي نطبخ الرز على النار البكتيريا دي بتحمل الحرارة عشان الجدار ايه اللي عليها؟ لكنها كده عربية مصفحة مضادة للحريق عشان كده لما بديجي نطبخ الرز البكتيريا دي لا تتأثر اول ما الرز بيستوي ست البيت بتطفي على الرز وتسيبه في المطبخ شوية ساعة ساعتين تلاتة درجة حرارته بتنزل لغاية ما توصل للمدى الحراري اللي بتتكسر فيه البكترية اول ما البكترية تلاقي ان درجة الحرارة بقت ملقمة والظروف البقية بقت مية مية بتقوم مخلصها نفسها من الجدار اللي كانت على البكترية ده بتقوم رامية المنديل كده مخلصها نفسها من الجدار وتبتدي تدخل في ما يسمى بعملية التكسر اثناء تكسر النوع ده من البكترية بقى بيفرز بعض السموم اللي ممكن تعمل لنا مشاكل صحية ومنها الامراض المنقولة بالغذاء اللي احنا بنسميها التسمم الغذاء نفهم من كل اللي انا بقوله ده ايه ان المشكلة كلها في ترك الرز وترك الاطعامة المطهية خارج التلاجة فترة طويلة اللي هي درجة حرارة من 25 ل28 درجة مئوية دي درجة الحرارة لمعظم انواع البكترية الممرضة بتحبها وبتنمو فيها وبتتكسر فيها طب ايه الحل عشان نخلص من الموضوع ده كله ان احنا نحط الرز في التلاجة بعد ما يهدأ يعني بعد ما طفي عليه النار استنى كده من ساعة لساعة ونص ساعتين بالكتير وقوم بدخله التلاجة طب درجة حرارة التلاجة هتعمل ايه هتحافظ على ان البكترية ازا كانت حتى موجودة وشلت الحويصلة بتاعتها وخلاص مستعدة للتكسر درجة حرارة التبريد هتخليها ما تقدرش تتكسر وبالتالي مش هتنتج السموم وبالتالي الرز مش هيبقى فيه مشكلة يعني كل الموضوع كله في ترك الرز برا التلاجة مش اعادة تسخين الرز او ان الرز البيت فيه مشكلة يبقى شوف ان المعلومة تشقلبت وتحوارت عشان تفزع الناس من غير ما يكون لها اي اساس علمي والاصل العلمي لو نعرفه هنلاقي نفسنا استريحنا كتير من المعلومات المضللة اللي بقت اكتر من الهمة على القلب على مواقع التواصل الاجتماعي يبقى خلاصة حلقتنا النهاردة مفيش اي قانون اصدرته اليابان له علاقة بالرز البيت القانون اللي اصدرته اليابان كان متعلق بقرار اقتصادي مانع استيراد الرز من خارج اليابان الوباء اللي كان موجود في اليابان ده اسمه وباء البيري بيري ده مش وباء ومش مرض ناتج من الرز البيت ولا ان الرز البيت هو اللي عمل الوباء ده كل الحكاية ان احنا لما نيجي نطبخ الرز ويتفضل مننا كمية من الرز المطبوخ ما نسيبوش في درجة حرارة المطبخ لغاية ما البكتيريا تتكثر فيه نشيله في التلاجة بعد ما حرارته تهدى اقصى مدة ممكن اسيب الرز المطبوخ فيها في المطبخ هي ساعتين بالكتير وبعدين احطه في التلاجة ولما جي ارجع اسخنه اسخنه كويس ولو اسخنه في المايكرويف اتأكد ان المايكرويف سخن جميع اجزاء الرز بشكل متساوي بكده هيبقى الرز البيت امن وما فيش فيه اي مشكلة ونقدر نطبق القاضة دي على اي نوع من انواع الاطعمة المطبوخة يا رب اكون ادارت فيه حضراتكم النهاردة معلومة واشوفكم على خير الفيديو جاي